السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتكلم مع بعض عن الموضوع العاشر في كتاب المعارضة المهنية الموضوع العاشر بيتكلم عن طرق حل المشكلات لدى الأسرة في البداية يعني ايه نعرف ايه طرق حل المشكلات ويعني ايه مشكلة في البداية احنا منعرفش عن ايه مشكلة المشكلة وهي موقف ما بيمر به الأسرة او فرد في الأسرة بيحتاج لحل علشان نكمل مراحل حياتنا او مراحل التفكير العلمي لحياتنا تمام خطوات حل المشكلة لابد اول حاجة خطوات حل المشكلة احدد المشكلة اشوف المشكلة فين بالزبط واحدد ايه هي المشكلة اللي عاية تتحل اتنين بفكر في اكتر من حل تاني حاجة بعمل ايه بفكر في اكتر من حل المشكلة تاني حاجة بحدد الايجابيات والسلبيات بتاعت الحلول اللي انا اخترتها بشوف الايجابيات اللي هتعود علي او السلبيات من الحل رابع حاجة بشوف الحل المناسب ليا تمام يبقى حل المشكلات أحدد الأول المشكلة تاني حاجة بشوف أكتر من حل للمشكلة تالت حاجة بشوف الإيجابيات والسلبيات الموجودة في الحلول عندي ورابع حاجة باختار الحل المناسب واللي هو سلبياته أقل من سلبياته تبقى موجودة أقل والإيجابيات تبقى موجودة في الحل أكتر تمام؟ دي عندي طرق حل المشكلة هنشوف يعني إيه طيب؟ هنشوف كده مثال عندي هنا مشكلة ان مرض احد افراد الاسرة طبعا لما بيكون حد في افراد الاسرة مريض يبقى لازم يكون لنا كلنا نقوم باعمال ايجابية تمام يعني اننا تخيل كده ماما تعبانة دلوقتي في المنزل مين هيعمل لنا الاكل مين هيروأ لنا مين هيساعدنا في الوجبات المدرسية مين هيعمل معنا كل ده طبعا لو مرض مثلا ماما في المنزل ازاي هل انا مكتبش واجبي وهساعدها في المنزل ولا انا هكتب جزء من واجبي واشوف اوصل لحل المشكلة ازاي يبقى انحدد هنا المشكلة عندي مرض احد افراد الاسرة بفكر في اكتر من حل للمشكلة عليك التفكير باكتر من حل هل اؤجل شؤون المنزل ام اقوم باعمال المنزل بنفسي ام استعين باحد اقارب والاصدقاء للمساعدة باعمال المنزل دي عندي اكتر من حل طيب هشوف الايجابيات والسلبيات الموجودة في المشكلات لو انا قمت باعمال المنزل فكده ان انا مش هقدر اقوم بالاعمال المدرسية ودي الاجابيات ودي السلبيات اللي هتقود عليها تمام؟ طيب اخطر احد الحلول اشوف الحل اللي هو ايجابياته اكتر من سلبياته والحل الافضل والمناسب للجميع علشان اكون بحل المشكلة ودي مثال عندنا طيب بعض المشكلات والحلول اللي هتواجهنا اجيب لنا كده الكتاب اكتر من مشكلة هتقول لكم هنا مشكلتين تلاتة بس وهنشوف حلها ازاي هنا في مي عايزة تكون اريد ان اصبح عالمة عندما اكبر ولكن درجاتي في العلوم ليست جيدة يبقى هنا مشكلة مي ان هي درجاتها في العلوم ليست جيدة وهي نفسها تكون ايه عالمة الحل الاول بيقولها ايه يجب عليك ان تركزي في مادة العلوم جيدا في المنزل الحل الثاني يجب عليك مشاهدة ايه الدروس العلوم مادة العلوم في التلفاز ثالث اقتراح بقى الاقتراح يجب عليك القراءة والاطلاع على كل ما يخص مادة العلوم من ابحاث وتجارب من الكتب وعبر شبكة الانترنت طب اقتراحك انت بقى اقتراحك ايه انا اقتراحي ان هي بتشوف من اصدقائها المتفوق في مادة العلوم وهو يساعدها او تساعدها صاحبتها او او صديقها او صديقتها بتساعدها ازاي تكون نجحة في هذه المادة ده اقتراحي انا للمشكلة زي تماما نشوف مشكلة تانية بيقولك سيف لدي الكثير من الواجبات المنزلية ولا يمكنني انجازها في الوقت المناسب لانني اواجه صعوبة في التركيز دي بقى احنا هنا مشكلة سيف ايه ان هو بيواجه صعوبة في التركيز الحل الاول يجب علي ان ابزل مزيدا من الجهد ويصهر قليلا حتى ينهي جميع واجباته طب الحل التاني يجب ان يتحدث مع المعلم عن المشكلة الخاصة به الاقتراح يجب عليك تنظيم وقتك عليك تحديد وقت لانهاء الواجبات انا شايفهم كلهم حلول كويسة جدا واقتراحي ان هو المفروض يستشير الطبيب علشان لو هو فعلا بيعاني من صعوبة في التركيز هال مشكلة مرضية ان هو يشوف ايه سببها ويتعالج منها دي اقتراحي وطبعا كل الحلول موجودة طبعا حلوة المفروض ينظم كلنا نظم اوقاتنا عشان يذاكر كويس وابزل مجهود اكبر والمزيد من الجهد واصهر قليلا علشان ايه انهي واجباته ودي طبعا اكتر من حل طب الحل الاولان لو انا سهرت كتير طبعا طبعا هتعب او صحتي هتتعب لا المفروض نظم وقت كويس جدا واشوف وازهب للطبيبة عشان اشوف المشكلة دي جاي مني ان هو صعوبة التركيز عشان اقدر حل مشكلتي وده اقتراحي لهذه المشكلة طبعا بيوريك هنا في حل المشكلات احنا شايفين ان الخطوات ان انا اعرف يعني ايه مشكلة وموقف ما بيمر بالاسرة والخطوات حل المشكلة ان انا بحدد المشكلة وبفكر في اكتر من حل والاجابيات والسلبات لكل حل واختار الحل المناسب لي ان هو اكتر ميزة اللي هو بيكون ايجابياته اكتر من سلبياته وكده خلصنا مع بعض الموضوع العاشر وهو طرق حل المشكلات لدى الاسرة وكده فضلنا درسه وخلص ايه المحور الاول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة